اشتركوا في القناة الحرف الواحد بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف والتداوى بالقرآن باركة وأتدبر القرآن لأن القرآن باركة وأعمل بالقرآن هذا تبرك بأمر شرعي الثاني تبرك بأمر محسوس ملموس يقول مثلا كتب الأئمة كتب شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله كتب ابن القيم كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ بن باز الشيخ الألباني رحمه الله الجميع يقول الله سبحانه وتعالى وضع في هذا الكتب بركة كتب السلف كلها بركة صح؟ هذا محسوس ملموس طيب إذا لم يثبت في هذا التبرك شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من تبرك مشروع إلى تبرك ممنوع يتمسح بالأشخاص يقول بركاتك يا سيدنا الشيخ زارتنا البركة يتمسح بالحجرة النبوية حجرة النبي صعسلة تربة البقيع تربة بدر تربة أحد بجدران الكعبة بالحجرة الأسود التمسح بالحجرة الأسود شركة صغر لأن الأصل في التبرك الممنوع أنه شركة صغر وقد يصل الأكبر نعم نقبل الحجرة الأسود نعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع البركة في تقبيل الحجر اتباع هدي النبي صعسل أما نأخذ بعض الألبسة وكذا ونمسح هذا تبرك ممنوع شركة صغر وقد يوصل إلى الأكبر الذبح لا نذبح إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي الذبح لله لا يمكن يذبح لأهل القبور للجن يذبح في وجه السلطان يذبح الآن عندما يبني يضع السقف الأول في البيت عندما يصب الصب للسقف الأول قال لازم تذبح ذبيحة فوق السقف لماذا حتى يسيل الدمع الصب حتى لا تأتي العين إلى هذا البيت وقلنا لكم الآن بعض الناس يكتب على السيارة مثلا بعض الكتابات ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله الله يحفظك مثلا هذا قلنا لا يمكن أن نضع شيئا من هذه الأشياء يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني لا ما يمكن نفتح باب شر على الناس يضعوا يكتبوا هذه الكتابات لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدخل البيت يضع مثلا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد هل وضعها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضو الله عليهم لا كره السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه هذا تقريبا هو القسم الثاني تفسير التوحيد وقلنا أن المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء ترجمة نانسي قنقر